هذه قصة أيضاً في بني إسرائيل حصلت وهي مذكورة في سورة الأعراف قصة قوم سموا أصحاب السبت حصلت في زمن داود عليه السلام في قرية تسمى قرية أيلح موجودة على شاطئ بحر القلزم هذه القرية كانت من بني إسرائيل وكانت شريعتهم أنهم في يوم السبت حرم عليهم العمل ممنوع يوم السبت العمل تشريع عندهم وكانوا يعملون وأكثر عملهم كان الصيد صيد الأسماك والحيتان الحوت في اللغة هو السمك فكانوا يصطادون السمك ويعيشون عليه وكانت الأسماك لأنها مرت في سنوات طويلة لا تصاد يوم السبت فاعتادت هذه الأسماك أن تكثر يوم السبت وتقل في باقي الأيام لأن الناس اعتادوا على الصيد في كل الأيام إلى يوم السبت ممنوع حرام عندهم وكانت فتنة لهم أن يروا الأسماك على سطح البحر في يوم السبت ولا يرونها في باقي الأيام إلا قليلا وعيشهم ورسقهم على هذه الأسماك ومرت السنون وهم صابرون متحملون هذه الفتنة حتى جاء يوم من الأيام وهذه القصة نزلت في المدينة لما كانت اليهود تقول نحن أبناء الله نحن أحباء الله نحن كذا ونحن كذا الله أنزل هذه القصة على نبيه حتى يقص فيها على اليهود علشان يقول لهم هل تعلمون ماذا حصل لأصحاب السبت شوفوا من الذي حصل لأصحاب السبت كانوا يوم السبت لا يعملون ولا يفعلون شيئا ولا يصطادون ومرت الأيام والشهور والسنون على هذا فلما كثرت الأسماك والحيتان يوم السبت لجأوا إلى حيلة من الحيل الإنسان مرات ما يعصي ربا مباشرة لكن يلف ودور يدور حيلة علشان يسوي المعصية هو يحب الخمور يحب الزنا يحب لكن ما يقدر يأتيها مباشرة فاش يسوي يلف ويدور ويسوي إلى حيلة علشان يفعل هذه المنكرات وهذه الآثام فإذا بهم يفعلون حيلة من الحيل سووا نصبوا الحبال والشباك وغيرها نصبوها يوم الجمعة حطوها وجهزوها يوم الجمعة علشان الأسماك اللي تجي يوم السبت تقع بالشباك وتقع بهذه الحبال هم ما يسوي شيء يوم السبت حاطين شباك هم متى يوم الجمعة والأسماك تأتي يوم السبت فتقع في الشباك ويوم الأحد يأخذوها هم ما سووا شيء نحن ما صدنا يوم السبت لكن اللي يبون حصلوا كل الأسماك اللي جاءت يوم السبت وقعت في الشباك طبعا هذا الأغبياء يقولون ما سووا شيء لكن العاقل يعلم أنها حيلة وأنه كذب وأنه افتراء على دين الله عز وجل فإذا بهم يفعلون هذا الفعل الرسول يأتي إلى اليهود في المدينة فيذكرهم بهذه القصة يقول لهم هؤلاء الناس شنو صار فيهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر على شاطئ البحر إذ يعدون في السبت يتجاوزون ربهم ويعتدون على يوم السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا تكثر يوم السبت ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون اختبار من رب العزة لكثرة جرائمهم وكثرة فسقهم أراد الرب أن يبلوهم فابتلاهم بهذا الأمر أسماك تكثر يوم السبت فما في باقي الأيام إلا القليل لكنهم اعتدوا على يوم السبت فما الذي حصل هل تركهم الناس هل كل بني إسرائيل فعت هذا الفعل لا جاءت فئة من بني إسرائيل مؤمنة تقية تخاف ربها عز وجل شافت هؤلاء الناس مستانسين حاطين شباكهم الجمعة يطلعونها الأحد والخير يكثر والضعاف الإيمان يقولون حنة لا فعلنا المحرم ولا المنكر والخير عندنا زاد وهذا كله يعني نعمة الله لعمها علينا فجاءت الفئة المؤمنة الصادقة التقية اللي ما تلفوا الدور اللي تسمعوا وتطيع ربها قالت لهم لما تفعلون هذا حرام ما يجوز هذا منكر فجاءت فئة ثالثة الحين في ناس يصطادون في يوم السبت وفي ناس تنهاهم وجاءت فئة ثالثة الفئة الثالثة شن هي الفئة المثبتة موجودة حتى اليوم ناس يعصون وناس يدعونهم يأمرون بالمعروف اللي هنا على المنكر الفئة الثالثة المثبتة اللي تجي حق الدعاة وتقول لهم انتوا شفيكم شعلكم منهم خلوهم صادوا ولا ما صادوا ما ظروكم ما سولكم شيء بعدين هذه الكرابة منهم فايدة نصحتوهم اليوم ليه بعد سنة كراب ما راح يستفيدون خلوهم يبصادوا ولا ما صادوا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لم تعظون قوما الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يعني ما في فايدة فيهم خلوهم فرد الصالحون الدعاة الآمرون بالمعروف أنهون عن المنكر ردوا على هؤلاء المثبتين وقالوا لهم معذرة إلى ربكم أول شيء يعدرنا الرب يوم القيامة لما نأتي يوم القيامة يقول الله لنا أمرتموهم نهيتموهم نقول نعم يا رب حن سوينا الليبيدنا ويمكن الله يهديهم الهداية عند الله مو عندكم ولعلهم يتقون شوف النقاش بين الطائفتين الطائفة المثبتة والطائفة الداعية وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون شل صار الآن انقسم الناس ثلاث فئات فئة وقعت بالذنب واعتدت في يوم السبت فئة نهتهم وحذرتهم فئة ساكتة مثبتة لا فعلت المعصية ولا راضية على الدعاة شل صار فلما نسوا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء الفئة الآمرة الناهية هذه فقط التي أنجاها الرب حين قلنا ثلاث فئات هذه الفئة نجاها الرب عز وجل من العذاب طيب والعصات اللي اعتدوا يوم السبت وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون أهل الاعتداء في السبت أخذهم الله بالعذاب طيب الفئة الثالثة لم يذكروا الله عز وجل مصيرها الرب ما ذكر مصيرها هل عذبت الله أعلم هل نجت الله أعلم بين هذا وبين هذا ربما هلكت لأنها كانت ساكتة وراضية وربما عافاها الرب لأنها ما اعتدت مباشرة لكن تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه معصية بحد ذاتها ولهذا نجى الرب فقط من الذين ينهون عن السوء طيب أهل المعاصي شالي صار فيهم لما وقعوا بالمعصية الصالحون قبل ما يعذبهم الصالحون قالوا نخاف أن ينزل علينا العذاب وهذين عايشين بيننا ايش رايكم نسوي سور بيننا وبينهم جدار بيننا وبينهم بنوا إسرائيل الصالحون بنوا جدارا بينهم وبين الذين يقعون بالذنب يوم السبت فصاروا العصات في جهة والمؤمنون الصالحون في جهة ثانية وكانوا كل يوم في الصباح يتشاوفون في المزارع في المصائد في كل مكان يشوفون بعضهم البعض لكن بيوتهم هذا الغير وهذا الغير هذا البينهم جدار يفصل هذا عن هذا في يوم من الأيام أصبح الصباح ما خرج أحد من جهة القرية العاصية ارتفع النهار غريبة جاء الظحى ولا أحد خرج منهم فقال بعض الصالحين لو صعد أحدكم وتسلق الجدار ونظر ليش ما خرج منهم أحد اليوم لا إلى رعي ولا إلى صيد ولا إلى زراعة ولا إلى شيء خلواحد يشوف فإذا بأحد الناس يصعد السلالم ويشرف عليهم يبينظر الجهة الثانية من القرية جهة أهل المعصية وينهم ليش ما خرجوا تعرفون من الذي رأوا رأى القرية كلها قد حولها الرب عز وجل إلى قرده إنا لله وإنا إليه راجعون قرد خاسئين أبناء عمهم أبناء خالهم هم أصلهم كانوا قرية واحدة هؤلاء عاشوا معززين مكرمين أما الجهة الأخرى قربها الرب عز وجل إلى قرده ففتحت الأبواب ودخلت القردة إلى الناس الآن قردهم بشر لكن وجوههم وأوصافهم صارت قرده فإذا بالقردة كل واحد يذهب إلى أبن عمه يذهب إلى أبن خاله يذهب إلى أخيه الصالح ويجلس عنده وإذا بهم يقول الصالحون تدرون كم كانوا؟ كانوا سبعين ألف كلهم تحولوا إلى قرده سبعين ألف إنسان قلبهم الرب عز وجل إلى قرده الشيوخ والشباب والنساء والرجال والأطفال فيأدخلون على الصالحين فيقول الصالحون لهم كل واحد يقول حق ولد عمه يقول حق أخوه يقول حق قريبا الذي قلب قال له الذي مسخ قال له يا فلان ألم ننهكم عن هذا ألم ننهكم عن هذا ما يستطيع هد عليه لأنه أصبح قردا فيهز إليه برأسه وعيناه تدمعان النعم النعم يقول ابن عباس مكثوا في الأرض ثلاثة أيام فقط لأن المسخ ما يعيش ما لا ذرية ثم أهلكوا جميعا فلما عتوا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا قلنا لهم كونوا قرده كونوا قرده خاسئين معصية واحدة قلبهم الرب عز وجل جميعا وحولهم ومسخهم إلى قرده ابن عباس لما ذكر القصة ترجمان القرآن بكى قيل ما الذي يبكيك ابن عباس قال معصية واحدة انظروا ماذا فعل الله بهم وإن لنرى منكرات كثيرة ولا ننكرها إنا لله وإنا إليه راجعون من أنجاهم الرب فقط الذين أنكروا المنكر فقط الذين حذروا الناس هؤلاء هم الذين أنجاهم الرب أما البقية وربما حتى المثبتون مسخهم الرب عز وجل إلى قرده وقردت خاسئين هل نفعتهم ذنوبهم هل نفعتهم معاصيهم افعل ما تفعل أخدع من تخدع واحتال كما تشاء واكذب فإنما تكذب على نفسك وأخدع فإنما تخدع نفسك وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون كم يتحايل الناس الآن على الرباء يقولك لا هذا مو رباء هذا كذا وكذا يعرف إنه رباء يتحايلون على الزنا يتحايلون على الخمور يتحايلون على الذنوب وما يدرون أن الله عز وجل مطلع على سريرتهم معصية واحدة وقلبهم الرب عز وجل وجعلهم قردة خاسئين لسنا بأكرم على الله من بني إسرائيل البشر بشر والناس ناس أكرمكم عند الله من أتقاكم فاتق الله يا عبد الله واعلم أن المعصية عقبتها عظيمة ووخيمة قد تكون في الدنيا كما فعلها الرب عز وجل بهذه الأمة وقد يؤخرها الله عز وجل إلى يوم القيامة عبرة وأي عبرة كن ملتزما بطاعة الله آمرا بالمعروف ناهيا عن الملكة